يالا مرحبا يارب كونوا جميعا كويسين انا عملت اثنين فيديو في اسبوعين فده يا رب نفضل كده يا رب سريعا كده خلوا بالكم مني رقم واحد عشان انا بحاول اركع بحاول اشتغل دلوقتي مع ادلت بشكل كبير عشان اعرف افيد الناس اللي مهتمة بالادلت يعني سباحة كبور فخليني اقول لكم بالان انا بكتشفوا دلوقتي ان انا كنتش مهتم دي شكليات ما كنتش مهتمل اول بتعليم السباحة الكبار بشكل كبير ولكن دلوقتي دخلت في يعني فعايز اشرح لكم شوي تاني 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 الموضوع مرتبط بالمهارات ومرتبط بالقدرة البدنية وقدرة الرئة ان انت تعرف تعوم يعني لو انت تعلمت مهارة وانت واقف مش تعرف تعملها وانت عايم لازم تقدر تعوم عشان تنفذ المهارة اللي انت تعلمتها فبجانب انك بتتعلم النفس من الجنب لازم تعوم كتير من غير النفس من الجنب عشان تعرف تعمل النفس من الجنب ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة النهاردة جايب لكم تمرين وتركة فالفيديو ده مهم جدا اول تمرين ان احنا نمسك البورد ونعمل كاتش يمين وكاتش شمال برجلين ونطلع ناخد نفس من قدام التمرين ده نحاول نعمله على الاقل خمسة عشرين متر يعني هو موضوع ممكن يكون صعب على كتير من الناس ولكن نحاول نعمله خمسة عشرين متر كويس يبقى رايح شوية وعمله تاني رايح شوية وعمله تاني وهكذا تمام كده اوكي التركة التانية اننا بدل ما نيجي واحنا بناخد النفس عشان نتمرن عليه بدل ما نمسك البورد هنمسك نودل ليه نمسك نودل هنمسك نودل عشان نودل بتنزل تحت شوية يعني ممكن نسند عليه هتنزل تحت البورد بيكون صعب شوية لما بنزل النودل تحت وناخد نفس الموضوع بيبقى في الوضع الطبيعي ليك وانت بتعوم فبيبقى اسهل عليك وبيلايح دماغك وبيخلي الموضوع اسهل وسهل وسهلس جدا يعني بشكل اكبر كتير فهنأتكلم في الفوائد بتاعت انه ليه نعمل كاتش يمين وكاتش شمال ونفس من قدام تمرين ليه فوايد كتيرة منهم ان احنا هنحسن السع الهوائية بتاعتنا يعني هنحسن مش هعف مفهوم بالعربي ايه حاول ابقى اعملها السع الهوائية اه اه دي حاجة الحاجة التانية ان انا هنلغبط جسمنا هنعمل كاتش يمين وكاتش مال ونفس من قدام مش من الجنب فهنحاول ان احنشغل ايدينا مع رجلينا فهداتنا مرين توافق كل الكلام ده مفيد جدا 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 لما تيجي تعمل النفس من الجنب وانت بجنب التمرين بتعمل ده هتلاقي الدنيا مشيت معك كويس اعمله ازاي طيب هقول لك على حاجة كويس انت اول التمرين ركز في التقنيات الحاجات بتاعت التكنيكس الحاجات المهارات تعلم المهارات لان انت جسمك بيكون فاق ما بيكونش فيه لود عليك فاول ما تنزل المية اتعلم المهارات اعمل نفس من الجنب اتناشر ونص مثلا اعمله مرة او اتنين او تلاتة وقف ما تتعبش نفسك اول نص ساعة في التمرين تاني نص ساعة في التمرين ابدأ اجهد نفسك واحدة واحدة برضو ابدأ اعم بالراحة لمسافات طويلة على قد ما تقدر كتر ساعتك الهوائي لو انت عملت الاثنين دول في ظرف تمن مرات في ظرف تمن ساعات هتبقى بتعرف تعمل خمسة وعشرين متر بنفس جرب الموضوع وقول لي رايك واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله سلام